موسيقى موسيقى ففي الكامل الجزء التاسع صفحة أربعمائة وتسعة قال ابن الأثير ثم دخلت سنة سبعين وخمسمائة سنة خمسمائة وسبعين هجري تحت عنوان ذكر انهزام عسكر سيف الدين من صلاح الدين وحصره مدينة حلب أيضا عندت مقاطع لكلام ابن الأثير يقول في هذه السنة سار عسكر سيف الدين مع أخيه عز الدين وعز الدين سلف دار إلى حلب واجتمع معهما من الآن في حلب لا ننسى الملك الصالح ابن نور الدين يقول واجتمع معهما عسكر حلب وساروا كلهم إلى صلاح الدين ليحاربوه أن توجهوا إلى دمشق إلى تلك المناطق التي سيطل عليها صلاح الدين يقول فأرسل صلاح الدين إلى سيف الدين يبذل تسليم حمص وحمى وأن يقر بيده مدينة دمشق لاحظ كان صلاح الدين يسيطل على دمشق وعلى حمص وعلى حمى فعندما اجتمع الزنكيون عليه خاف منهم فقال لهم نتصالح على أي أمر أسلم لكم حمص وحمى وتتركوا لي دمشق وتقروا بدمشق لي لماذا طلب هذا؟ على اعتبار أنه هو نائب للملك الصالح وهو نوع من الصلح يعني حتى لا يظل للمقابل أنه يخاف منهم فتنازل عن حمص وحمى فقال لهم أنكم تقرون لي بدمشق فأرسل صلاح الدين إلى سيف الدين يبذل تسليم حمص وحمى وأن يقر بيده مدينة دمشق وهو فيها نائب الملك الصالح فلم يجب إلى ذلك وقال لابد من تسليم من الذي قال هذا سيف الدين؟ قال له لابد من تسليم جميع ما أخذ من بلاد الشام والعود إلى مصر يعني شاهدوا وتيقنوا بأنه في ضعف فتنازل لهم عن حمص وحمى ولكن هو المبادر لأخذ بلاد الشام فلا يتنازل إلا عن ضعف فقالوا هذه فرصة ونخرج صلاح الدين من كل بلاد الشام فقالوا له لا يوجد صلح عليك أن ترجع إلى مصر وتترك كل ما أخذت من بلاد الشام ويقول ابن الأثير وكان صلاح الدين يجمع عساكره ويتجهز الحرب كان مع هذا يفاوض لكن مع هذا هو أرسله إلى عساكر وبدأ يجمع العساكر من باقي المدن التي سيطر عليها فلما امتنع سيف الدين من إجابته إلى ما بذله سار في عساكره إلى عز الدين مسعود وزلفندار فالتقوا تاسع عشر رمضان بالقرب من مدينة حما بموضع يقال له قرون حما فلما التقى الجمعان لم يثبت العسكر السيفي أي عساكر سيف الدين لم يثبت لم يثبت العسكر السيفي أي عسكر سيف الدين زينكي وتمت الهزيمة عليهم وتابعهم صلاح الدين وعسكره حتى جاوزوا معسكرهم وغنموا منهم غنائم كثيرة وآلة وسلاحا عظيمة ودواب بفاره وعادوا بعد طول البيكار مستريحين وعادوا لاحظ كتب هذه العبارة وهو يكتب بالعربي وبالعربية ويكتب للعرب وللمسلمين لكن هذه مصطلحات دخلت على اللغة بسبب الغزو الخارجي بسبب التسلط الخارجي بسبب السلاطين الأعاجم يقول وعادوا بعد طول البيكار مستريحين والبيكار هو الصلاح عسكري واطلق في العصر السلجوقي التركي على الحملات العسكرية المكونة من المماليك والأتراك ومن مزاياها كونها محدودة العدد مأمونة النتائج كما ورد في معجب المصطلحات والألقاب التاريخية هذا هو البيكار إذن يقول وعادوا بعد طول البيكار مستريحين وعاد المنهزمون أن ذهب جماعة السيف الدين عادوا إلى حلب وعاد المنهزمون إلى حلب واتبعهم صلاح الدين فنازلهم بها محاصلاً لها ومقاتلاً وقطع حين إذن خطبة الملك الصالح بالنور الدين هنا كان يأخذ البلدان منهم وهو يخطب باسم الملك الصالح الآن انتهى الأمر بعد أن كسرهم وثبتت له حماوة حمص ودمشق وغير هذه من بلدان الشام ومن مدن الشام هنا توقف عن الخطبة للملك الصالح وأزال اسمه عن السكة في بلاده ودام محاصلاً لهم لأيام أقول هنا يخطب للملك الصالح ويحكم باسم الملك الصالح ويطارد الملك الصالح ويقتطع منه البلاد جزءاً جزءاً ما هذه المفارقة بعدها يقول ابن الأثير فلما طال الأمر عليهم رسلوه في الصلح جماعة سيف الدين جماعة الملك الصالح من من كان في حلب فلما طال الأمر عليهم رسلوه في الصلح على أن يكون لهما بيده من بلاد الشام ولهم ما بأيديهم قبل أيام أعطاهم حمص وحمى لم يقبلوا الآن أرادوا أن يسلموا فقط على حلب أذن يقول فلما طال الأمر عليهم رسلوه في الصلح على أن يكون لهما بيده من بلاد الشام ولهم ما بأيديهم منها فأجابهم إلى ذلك وانتظم الصلح وراحل عن حلب في العشر الأول من شوال ووصل إلى حمى لاحظ بدأ الكلام والنقاش لنقل بدأ القتال والتهيئة والتحرك للقتال من التاسع عشر من رمضان ورحل عنهم عن حلب في العشر الأول من شوال ووصل إلى حمى ووصلت إليه بها خلع الخليفة مع رسوله لاحظ هذا هو أعمل الخلفاء كما هو الخليفة الفاطمي هنا الخليفة العباسي من هو المنتصر يرسل إليه الخلع وانتهى الأمر ما هذه الخلافة ما هذا النفاق ما هذه المهزلة يقول ووصلت إليه بها خلع الخليفة مع رسوله أقول لا شغل ولا عمل ولا أمر ولا نهي للخليفة العباسي وكذا الفاطمي إلا التملق للمنتصر ومدارات المنتصر لا شغل ولا عمل ولا أمر ولا نهي للخليفة العباسي وكذا الفاطمي إلا التملق للمنتصر ومدارات المنتصر وأنضاء أفعاله وإرسال الخلع إليه فأين أبو بكر وأين عمار وأين أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم وعليهم السلام من هؤلاء الخلفاء أين هؤلاء وأين هؤلاء هؤلاء خلفاء وهؤلاء خلفاء المورد العاشر يقول ابن الأثير ثم دخلت سنة 71 وخمسمة ثم دخلت سنة 571 ذكروا انهزام سيف الدين من صلاح الدين في هذه السنة أي في سنة 571 عاشر شوال يقول أيضا الكلام في مقاطع يقول كان المصاف بين سيف الدين هذه الصفوف المتقابلة يقول كان المصاف كان المصاف كان المصاف بين سيف الدين غازي بن مودود وبين سلاح الدين يوسف بن أيوب بتل السلطان إذن هذه الصفوف هناك كانت بين سيف الدين وبين صلاح الدين بين سيف الدين الزنكي وصلاح الدين الأيوب بين سيف الدين التركي وصلاح الدين الكردي على مرحلة من حلب كنا نتمنى أحد القادة العرب يكون بين هؤلاء أمنية هذه بقيت حسرة في قلوب العراقيين وقلوب باقي الأعزاء العرب من باقي البلدان نريد قائدا عربيا لا يوجد إذن صارت المواجهة بين هذا وهذا بين سيف الدين وبين سلاح الدين على مرحلة من حلب وعلى طريق حما وانهزم سيف الدين وسبب ذلك أنه لما انهزم أخوه عز الدين مسعود من صلاح الدين انهزم من صلاح الدين أيوبي في العام الماضي عاد سيف الدين إلى الموصل واتجمع عساكره واستنجد يقول فاجتمعت معه عساكره كثيرة بلغت عدتهم ستة آلاف فارس فسار إلى نصيبين في ربيع الأول من هذه السنة وأقام بها من الذي سار سيف الدين وأقام بها فأطال المقام حتى انقض الشتاء وهو مقيم فضجر العسكر ونفذت نفقاتهم وصار العود إلى بيوتهم مع الهزيمة أحب إليهم من الضفر لما يتوقعونه أن ظفروا من طول المقام بالشام بعد هذه المدة إذن صار الرجوع إلى البيوت صارت الهزيمة وارجوع إلى البيوت أحب إليهم من الفوز والانتصار معنويات منكسرة وهابطة جدا يقول ابن الأثير ثم سار إلى حلب فنزل إليه سعد الدين كمشتكين الخادم مدبر دولة الملك الصالح يعني فوقه ما يكون السلطان من الأعاجم من الترك أو من الكرد أو من الفرس أو من هذه البلاد أو من تلك البلاد الأجنبية مع هذا لا يحكم هو الخادم عنده هو الذي يحكم إنا لله وإنا عليه راجعون أين عمر أين عمر من هؤلاء